عن النادي الاهلي لكن في البداية صديقي ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في بداية الحلقة كده عايز اتكلم عن محمود كهرباء وقول لحضراتكم ومن وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الاطلاق ان كهرباء من افضل المهاجمين اللي موجودين في الدوري المصري وتظلم ظلم شديد جدا بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المباراتين الاخيرة لكن هكشف لحضراتكم النهاردة مفاجأة غير متوقعة وغير معلنة في قرار رحيل كهرباء عن النادي الاهلي طبعا اقترب محمود عبد المن عن كهرباء من الرحيل خارج اسوار القلعة الحمراء خلال المريكات الصيفي المقبل الفين اربعة وعشرين بعدما بات اللاعب خارج خسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارس الكولر خلال الفترة الاخيرة ارتبط اسم كهرباء بالرحيل الى احد الدوريات الخالجية مع نهاية الموسم واوضحت بعض التقارير ان رحيل اللاعب يأتي بقرار من السويسري مارس الكولر وهو ما نفاه مصدر مسؤول داخل النادي الاهلي هقول لحضراتكم دلوقتي الاسباب الحقيقية لرحيل محمود عبد المنعم كهرباء عن النادي الاهلي فطالب من خضرتك لايك للفيديو علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس الاسباب الحقيقية لرحيل كهرباء عن النادي الاهلي كهرباء لاعب النادي الاهلي شدد المصدر على ان كولر لم يضم اسم كهرباء ضمن قائمة الراحلين عن الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا للاعتماد عليه في مركزين رأس الحربة والجناح الايصر وقال كهرباء ان محمود عبد المنعم كهرباء هو من طلب الرحيل عن النادي الاهلي لسببين اولهم خروجه من حسابات مارس الكولر الاساسية والاعتماد على وسام ابو العلي والاخر والاهم امتلاك اللاعب لعرب خاليه يفوق اضعاف ما يتقداه داخل النادي الاهلي كهرباء بيتركب منحه الضوء الاخضر من مسؤول النادي الاهلي بالرحيل من اجل التقدم بعرض رسمي وبدء اجراءات الرحيل مع اقتراب نهاية الموسم فيه ثلاث مهاجمين فيه ثلاث مهاجمين على طولة النادي الاهلي لتعويض رحيل عبد المنعم كهرباء وفي الصدد نفسه اكد المسؤولين واكد المصدر ان مسؤول النادي الاهلي وضعوا ثلاث مهاجمين داخل الدور المصري امام مارس الكولر للمفضلة بينهم لتعويض رحيل كهرباء عن النادي الاهلي حال التقدم بعرض مناسب لادارة النادي الاهلي بات السلاسي احمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر واسامة فيصة مهاجم البنك الاهلي واحمد شريف لاعب نادي فارقه على رأس المرشحين لدعم صفوف النادي الاهلي بنهاية الموسم الجديد حل تأكد غياب رحيل كهرباء بشكل نهائي الجدير بالذكرى حضرات ان كهرباء لعد مع النادي الاهلي يسجل هدف فوز الاهلي في لقاء النجوم الودي واللي انتهى بفوز النادي الاهلي بهدف دون رض يوم السبت على ملعب مختار اتيتش عندي كلام كمان عن محمود عبد المنعم كهرباء عايز اقولهلكم كهرباء بيتفق مع فريق سعودي بعد اقتراب رحيله عن النادي الاهلي اصبح محمود عبد المنعم كهرباء مهاجم النادي الاهلي قريبا من الرحيل عن صفوف النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة المدربة سويسري مارسي الكولر المدير الفني للفريق على مغادرة اللاعب بحثا عن تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادا لكأس العالم للانديه 2025 وكشفت تقارير كشفت تقارير سعودية عن رغبة احد انديه الدوري روشان السعودي في التعاقد مع كهرباء خلال المريكات الصيف المقبل بعد الدخول في مفاوضات جدة مع مسؤول الاهلي واللاعب لاستعاراته لمدة موسم واحد فقط ووفقا للبرنامج الرياضي السعودي اكشن فان مسؤول نادي الرائد السعودي اتفقوا بالفعل مع وكيل كهرباء على اعارته لمدة موسم مقابل والعرض ده اتقابل وسط ترحيب كبير من اللاعب بخط تجربة جديدة في دوري روشان السعودي بعد تجربته الناجحة رفقة اتحاد جدة السعودي واضاف المصدر ان ادارة نادي الرائد السعودي تعرف جيدا ان كانيات مهاجم النادي الاهلي جيدا ما دفعهم للدخول في مفاوضات مع مسؤول النادي الاهلي خلال الفترة الحالية لحزم كافة بنود التعاقد قبل بداية الموسم المقبل بعد الاتفاق مع اللاعب ووكيله على كافة التفاصيل المالية وتواجد فريق الرائد السعودي في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري روشان لدوري السعودي عايز اقول لكم بقى حقيقة رحيل كهربا عن النادي الاهلي عشان مش عايزين نتكلم في القصة دي كتير كهربا بلا شك هو خارج حسابات مارسل كولر خارج حسابات مارسل كولر طيب كهربا بيطلب الرحيل من ادارة الاهلي ويفاجئ الجميع بهذا القرار عايز اقول لحضراتكم كمان ان محمود عبد المنعم كهربا جاي له عرض كبير جدا يعني من نادي سعودي بينتظر ان مسؤولين النادي الاهلي يمنحوه الضوء الاخضر للرحيل من اجل تقديم عرض رسمي وبدء اجراءات الرحيل مع اقتراب نهاية الموسم المصدر بيكشف تقول لتفاصيل محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق والذي طلب الرحيل من المسؤولين كهربا طلب الرحيل عن النادي الاهلي نهاية الموسم للدوري السعود واكد المصدر ان كهربا طلب الرحيل عن الاهلي نهاية موسم الدوري السعودي لتعويض الغرامة المالية الكبيرة التي تعرض لها خلال ازمته مع نادي الزمالك بالاضافة الى عدم اعتماد مارسل كولر المدير الفني على اللاعب خلال الفترة الاخيرة كهربا هو اللي سجل هدف الفوز على فكرة في مباراة النجوم الاخيرة المصدر بيقول كمال ان كولر ابلغ لجنة التخطيط خلال الجلسة التي عقدت امس بمقر الجزيرة انه ليس لديه اي اعتراض على رحيل كهربا على ان يتم استبداله بسنائي في خط الهجوم في ظل الاتفاق النهائي على رحيل كهربا والمهاجم الفرنسي انتوني مودستان حالة من الارتباك بشأن الاتفاقات الجديدة داخل النادي الاهلي وشهدت الساعات الاخيرة داخل النادي الاهلي حالة من الارتباك بشأن الاتفاقات الجديدة التي سيتم توقحها خلال الفترة المقبلة لدعم الفريق او عودة بعض اللاعبين المعارين قال المصدر مطلع داخل النادي الاهلي ان هناك ازنتين بخصوص العقود الجديدة والعائدين من فترة الاعارة وهناك انقصام داخل الجهاز الفني للفريق بشأن عودة الجزائر احمد القندوسي لاعب الفريق المعار لسلاميكا وعودته للفريق نهاية الموسم بعد انتهاء الاهارة تأجيل القرار النهائي حتى نهاية الموسم وقال المصدر ان الازمة التانية تتعلق بعقب المهاجم وبالاخص محمد كانوتيه لاعب جروزن الروسي التزم مارسل كورم بالاضافة الى الفريق في الصيف المقبل فيما تراجعت الادارة عن الصفقة بسبب تراجع مستواه مؤخرا وانخفاض ارقامه تأجيل القرار النهائي حتى نهاية الموسم مؤكد ان الجهاز الفني يحاول تأجيل القرار النهائي حتى نهاية الموسم ليتفهم وضعية لاعبيه في الوقت في الفريق بشكل كامل في المقابل طلب اللاعب اتخاذ قرار سريع بشأن مركزه النهائي يريد تدعمونا بلايك للفيديو بالاشتراك الحلو في القناة علشان نوصل الحلقة دي لكل النادي الاهلي عشان نقول لنا رأيك في التعليقات هل رحيل عبد المنعم كهرباء في الوقت ده؟ قرار صح ولا قرار خاطئ؟ شكرا يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة حضرتكم دعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته